في السياسة لا شيء قال عبثا وفي السياسة أيضا يتم قراءة ما بين السطور ليكشف عن حقيقة الميول وواقع التوجه بعيدا عن السر ربما لم تكن على سبيل إبداء الرأي وصف العبارات ونسجها عبثا أساليب الخطابة وإن تنوعت دائما ما تحترف القول لتضع بين ثناياه رسائل طويلة الأمد يراد منها تعبيد الطريق أمام فعل غير متوقع لا يأبه إن جاء بألسنة نار على رؤوس القريبين من محيطه وربما أيضا أن يأتي وقت تحال الكلمات فيه إلى قسم التحليل السياسي ليتم إخراج النتائج والإجابة على متنوع التساؤلات المطروحة التي تقطع الشك بيقين تتلاشى معه الشكوك شكوك وأي شكوك تذكر في حضرة وضوح ساذج طائش غير مدروس لا يمكن تغطيته بغربال وقد جمع معانيه فأوعى حق الأخوة ليمنحه إلى عدو أوحد له وللبيت الذي كان ولا يزال يؤويه من حر الطامع وبرد الحاسد له على خيرات ما لديه وعلى أمن لم يكن ليلمسه لو لا وجود جغرافيته ضمن حدود ونطاق الكيان الخريجي الممتنى أؤكد أن إيران دولة جارة مهمة وأن التعاون بينها وبين دولنا هو في مصلحة المنطقة العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة والجيرة الحسنة ولا يوجد أي خلاف متعلق بالعلاقات الثنائية بين بلدين صاغت الدوحة وأفصحت ولم تفلح مراهقتها السياسية فالاستدلال على وجهة آمنة تستوعب حجم الخطر الذي يحدق بها فبلاد الواق واق الإيرانية وجدت لتعتاش على ظهر غيرها من الدول واتخذت من سياسة فرق تسهد نهجا ثابتا لتحقيق أطماعها التوسعية البائسة في المنطقة وقد آن الأوان لإجراء حوار هادف من هذا النوع بين دول سوف تبقى دائما دول جارة ولا تحتاج لوساطة أحد ونحن مستعدون لاستضافة حوار كهذا عندنا في قطر تنويه خطير لا تزد ولا تركن ولا تقارب الخطى نحو جار لم يكن حليفا ولا صديقا في يوم من الأيام يريد منك ولا يراد منه والمقصود هنا طهران على وجه الخصوص لتلفزيون البحرين